يعد الحصول على زمرة دم معينة في الحالات الطارئة أمراً بالغة الأهمية ولأكثر من عقدين من الزمن عمل باحثون على تطوير أنواع معينة من الأنزيمات لتغيير فصيلة الدم وقد بدأت التجربة لدى فريق دانيماركي عمل على تطوير تقنية تعتمد على إنتاج أنزيمات بكتيرية تغير فصيلة الدم بعد أخذها من متبرع وحقنها بمتلقي دون مشكلات صحية وهي التجربة التي كانت سابقاً على فئران اليوم تمكن فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية بكندا من اكتشاف إنزيم يستطيع أن يغير زمرة الدم ويزيل أي تعقبات أمام التبرع من شخص لآخر حتى لو كانت فصيلة دمه مختلفة طريقة يقول عنها بعض العلماء إنها كانت أقرب للخيال لكنها تصبح واقعية في المدى القريب وعمل الباحثون على فصيل من الإنزيمات باستخدام تقنية التطوير الموجه مما يسمح لهم بإدخال العديد من الطفرات المختلفة فيه واختيار السلالات الأكثر فعالية في إزالة البروتينات الموجودة على سطح الخلايا الدموية أو ما تعرف طبياً بالمستطدات ويواصل الباحثون تجاربهم على هذا الإنزيم لجعلها أكثر ملاءمة مع فصيلة الدم أوسلبي المانح العام الوحيد ترجمة نانسي قنقر